السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض افضل طريقة عشان تزبط درجات التلاجة التلاجة طبعا اللي معنا دلوقتي تلاجة نحة وشيبا 14 ادم نفروسطة وطبعا الجزء اللي حداركم شايفين ده ده جزء التجميد اللي هو الفريزر وطبعا هنا زي ما حداركم شايفين الفريزر بيبقى هنا عندنا الاقرة متدرجة خمس درجات يعني هنا من واحد لحد خمسة طبعا هنا واحد ده اقل درجة تبريد خمسة اعلى درجة تبريد يعني كل ما بتعلى كل ما درجة التجميد نفسها بتعلى وطبعا دلوقتي الدرجات دي بتكون ثابتة سواء في فصل الصيف او الشتاء يعني هنا مثلا واحد عندنا ممكن يكون مثلا واحد هنا سالب 17 او 18 طبعا هو هو لو زبطه هنا في الصيف هو هو في الشتاء مش هتختلف وبرضو اثنين تلاتة هي نفس القصة دلوقتي احنا هنزبطها على اي اساس طبعا احنا هنزبطها على اساس ان احنا دلوقتي نحافظ على الاكل اللي بيكون موجود هنا وحافظينه هنا وفي نفس الوقت عشان نحافظ على عمر التلاجة وعمر المطور اللي بيكون في التلاجة فدلوقتي مثلا بالنسبة لفصل الصيف طبعا فصل الصيف بيبقى درجات الحرارة عالية جدا ودرجات الحرارة دي بتسبب فقد للبرودة اللي بتكون موجودة في التلاجة بسهولة شوية طبعا غير فصل الشتاء وفي نفس الوقت بتحمل على المطور زيادة لأن طبعاً بيكون دلاجات الحرارة عالية فالمطور بيشتغل فترة أطول بسبب فأد البرودة اللي بتكون موجودة في التلاج فأفضل درجة هتثبتها عشان تحافظ على عمر التلاجة وفي نفس الوقت عشان تحافظ على الحاجة اللي بتكون موجودة في التلاجة طبعاً في فيديو أنا كنت شرحه إيه زهر عندك دلوقتي في أعلى الشاشة ده لو أنت من الناس اللي هي بتهتم بسحيتها شوية وفي نفس الوقت بتكون دقيقة في الحاجات دي روح يتفرج عليه وهو هيفيدك قويس جداً والفيديو ده أنا بشرح فيه طبعاً أن كل طعام بكل درجة حرار معينة ولازم أن طبعاً تخلي بالك من الحاجات دي فولكن سريعاً أنا أقولك دلوقتي أن أنت مثلاً بنسبة 90% الحاجة اللي أنت بتحطه في الفريزر بتحتاج مثلاً ممكن أقصى حاجة سلب 23 درجة أو سلب 24 أو كلام ده فأنت ما ينفعش تقل عن الحاجات دي طبعاً عشان الأكل نفسه لأنت حطه ما يبص يعني إحنا مش هندور على أن إحنا نحافظ على مطول التلاجة والتلاجة وهننسى أن إحنا أصلاً جايبين التلاجة عشان تحافظ على الأكل اللي موجود في التلاجة نفسها فبالنسبة للفصل السيف يفضل طبعاً أحسن حاجة تثبتها هي أقصى حاجة مثلاً 3 يعني مثلاً ممكن عايز خلاه 1 2 3 ولكن طبعاً 3 عشان الحاجة اللي في التلاجة نفسها مطبس تمام؟ وفي نفس الوقت عشان التلاجة تحقق درجة وبتفصل أما أنت لو زبطتها مثلاً فصل السيف على 4 أو 5 درجة تبريد بتكون عالية جداً لأنها مثلاً ممكن تبقى سالب 25 لسالب 27 في الحدود ديها تقريباً لأ ده بيبقى طبعاً بيختلف من سلمستات لأخر ومن مصنع لأخر حسب المصنع اللي بيكون مصنع على التلاجة نفسها فأنت طبعاً زي ما قلت لك دلوقتي أنت لو زبطتها مثلاً على 5 أو 4 التلاجة هتفصل بصعوبة وفي نفس الوقت أنت مثلاً مش حاططت حاجة في التلاجة تحتاج درجة التجميد العالية أو دي فأنا زي ما قلت لك دلوقتي أنت هتخليها طبعاً أقصى حاجة على 3 ده في فصل السيف أو 2 زي ما أنت عايز 2-3 مفيش مشكلة ولكن برضو يفضل أنت ما تخليهاش على واحدية يعني 2 أو 3 تكويس جداً كده التلاجة هتحقق درجة وهتفصل وفي نفس الوقت هتحافظ على الأكل اللي بيكون موجود في التلاجة أما بالنسبة للفصل الشتاء فطبعاً عايز تخليها على 4 أو 5 عايز تخليهاها مياه ما فيش أي مشكلة لأن طبعاً في الشتاء بيكون الجو برد التلاجة ما بتفقتش البرودة اللي فيها بسهولة وفي نفس الوقت المطول بيكون مرتاح شوية بسبب أن ما بيكونش عليه حمل حراري أكتر طبعاً أنت عايز تسيبها مثلاً تزبطها على 3 وتسيبها على طول زي مياه كده ما تجيش جنبها تاني ما فيش أي مشكلة وده بالنسبة للفريزر اللي هو جزء التجميد اللي بيكون موجود في التلاجة أما هنا طبعاً ده جزء التبريد الجزء اللي بيكون موجود تحت زي ما حرقكم شايفين هنا طبعاً هنا برضو متضرق من 1 لحد 7 وهنا طبعاً زي ما احنا قلنا 1 ده أقل درجة تبريد 7 أعلى درجة تبريد يعني كل ما بتعلى برضو كده بالأقرة كل ما بتعلي درجة التبريد وطبعاً لو أنت تفرقت على الفيديو اللي أنا كنت قلت لك عليه هتعرف أن احنا بنزبط هنا برضو الدرجة على أساس الحاجة نفسها اللي موجودة في قلبي التلاجة ولكن طبعاً أنا هتكلم برضو على الأغلبية العظمية اللي هو مثلاً بنسبة سين في معظم الناس بتحط في تلاجات برضو حاجات معينة كده ما فيش حاجات بتختلف كتير عن الحاجات اللي احنا عارفينها طبعاً فاحنا نشرح على الأساس ده يعني ما عايزة وصلك إن انت دلوقتي ممكن نفسك انت تشوف الحاجة اللي عندك إيه وهتثبت عليه ده بالنسبة للتفرج على الفيديو وعرف اللي عنده ممكن يحتاج درجة حرارة كام وهيثبت سرمستات عليه أما بالنسبة للمسلاً للطبيع والشائع فاحنا قلنا دلوقتي هي من درجة من واحد لسبعة واحد دي بتكون مثلاً درجة حرارة ممكن بتبقى تمن درجات مقوية وطبعاً سبعة هنا بتكون واحد يعني هنا مثلاً زي ما احنا قلنا دي واحد كل ما بتاع درجة كل برضو ما بتاع درجة مقوية يعني مثلاً هنا برضو اربعة هتلاقي هنا اربعة ممكن اربع درجات مقوية خمسة برضو هنا تبقى تلاتة ستة هنا اتنين سبعة تلاقي درجة حرارة واحد وطبعا هنا في الصيف 7 كتير جدا فانت ممكن تخليها مثلا في فصل الصيف على 5 هو 4 ممكن تلة خليها من 2 مثلا ل5 ما فيش اي مشكلة يعني في الصيف هتخليها من 2 لحد 5 زي ما انت عايز اما في فصل الشيطة برضو عايز تيبها زي ما هي سيبها عايز تخليها مثلا على 7 أو 6 برضو ما فيش اي مشكلة ولكن برضو زي ما انا بقولك اهم حاجة والافضل ان انت تشوف الحاجة نفسها اللي موجودة في قلب التلاجة بتحتاج لدرجة حرارة كامل بتصبت السموستات والدرجة على أساس الحاجة نفسها اللي موجودة في قلبي التلاجة وده طبعا عشان تحافظ على الحاجة دي نفسها يعني انت ما تباشر همك الأول والأخير اللي انت تحافظ على التلاجة وتنسى الحاجة نفسها اللي محطوطة في قلبي التلاجة وبكده وكل بساطة نكون وصلنا لهذا الفيديو ولو عندك أي استفسار اكتبهونا في التعليقات تحت وارد عليك في قرب وقت ان شاء الله ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة